هاي بنات انا سوما و اهلا فيكم في سوما لايفسايل تشانل اليوم راح نعمل صابغون على شكل كوكيز بكريمة جواته فخليكم لتشوفوا طريقة عمل هيدا الكوكيز اول شي اطاعت الجليسيرين سوب بيز ولا السوب اللي هو شفاف هيدا هو من ماركة اسمها لايفوف باتي اي جليسيرين سوب بيز بيمشي حالو و راح نزلوا جوات المايكرو ويف لدوبوا بدكن تشاكوا عليها على كل عشر ثواني لما ينحرق معاكن راح استعمل راح استعمل فريغنس اويل شوكولا ومعاه شغلة اسمها كالا ولا فانيلا كالر سيبلايزر لانه كل هدول زيوت العطرية والفريغنس اويل يكون فيهم مادة الفانيلين اللي بيتتحول معا الوقت لبراون انا ما بدي الكوكيز تابعولي اللي جواته الكريمة تصير براون بدي اياها تضلها باللون اللي انا راح اعمله فهلا راح ازيد عليهم ملون الصابون على اسود وعلى اسفر وبعدين راح ازيد على براون اللي يصير لون الصابون على شوكولا فلي بعمله انا بزيد شوي وبحقق بزيد شوي وبحقق لانه اذا نزلت كتير واللون طلع كتير غامق ما فيني خفه الا ازا زيدت صابون وانا ما بدي زيد صابون زيادي يعني بس بدي هايدي الكمية فلي بعمله كل مرة بقطع شوي وبنزله هلا راح زيد عليه اللون التشوكولتي ولا البراون ولا البني وبخلط وهيدول كالعادي بليز 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 ما تستعملوا ملونات لأكل لانه ما راح يزبط هيدول مصنوعين ولا معمولين خصيصا لهكدا النوع من الصابون يعني حتى الصابونات التانية بمشي حالا بينفع بس للصابون لإسمه ملت امبور يعني اسمه بالعرب اللي ما تقجمي الاسم انه الدوبي وتسكبي فمتل ما عم بتشوفو لازم تخطو كتير منيح لما يضل شقفي يعني غامقة وشقفي باتة and then راح زيد عليهم الفريغنانس اويل ولا الزيت لعطري وريحتو على تشوكولت وهيدول فيكن تلقوهن بأي كرافت ستور ولا مطرح بيبيع هيك كاسس لأعمال يدوية ولا اونلاين من امازون ولا في شركات عالمية كتير يعني بتبعتهم بتعمل شيبمنت ورح استعمل المول تبعوه للسيليكون اللي هو احسن شي وشي الوحيد اللي لازم يعني ينعمل عليه الصابون ليسيك سهل ان كنت شيلوه وانا منزلها فوق ميزان لنزل نفس المقدار بكل المطرح ليطلعوا كلياتهم متساويين فمتل ما عم بتشوفو وطلع لي بس خمسة بعدين زدت شوي وزدت للمطرح السادس اللي ضلو فادي وكالعادي بدنا نرش الكوهول كتير منيح لنقتل كل البابلز ولا الفقاعات ليجينا سطح املس فبعد ساعة تركناه يجمود وهلأ عم بشيلهون متل ما بتشوفو انه كتير هين لا ينشال الصابون من السيليكون مولد أقل أخد من ساعة بصراحة لأنه الأيسي كان كتير قوي بالبيت هيدا شكل هون بينين كأنه تشوكريت فهلأ جبت الجوت ميلك سوب اللي هو صابون تبع الحليب المعز وهو بالأساس بيجي لون وهيكي أبيض رح زيد عليه زيت العطري وكمانا دي فانيلا كالور ستيبيلايزر يعني مسبت اللون بيضلوا اللون متل ما هو ما بيأسر تصابون عليه الزيت العطري وعم بيخلطهم كتير منيح ورح زيد بس نقطين من الملون الأحمر لأنه بدي هيكي اللون متل البيبي بينك فيكن تستعملوا أزرق فيكن تستعملوا أخضر فيكن تستعملوا أصفر وفيكن تتركوها أبيض متل ما هو هيدا على حسب يعني الحرية الشخصية وعم بيخلطهم كتير منيح وعم بشوف عم بقيس الحرارة لما تكون الحرارة كتير كبيرة ولا كتير عالية هي عادي لازم تكون يعني أقل تقريبا من 130 فارانيت ورح زيد أنا عم بستعمل هون دوف بس نقطة liquid soap السابون السائل بس نقطة منه ورح خلطوا بالخلاط الكهربائي تقريبا شي خمس دقايق سبع دقايق لهي تحول من سائل لكريم متل ما عم بتشوفه ومتل الكريمة عم جيب كيس حلواني هو ديسبوزيبل يعني هيدو البلاستيك بس سالم المارجو بكبون عم منزله بكباي لتساعدني انه حت كل الصابون المخفوق جواتها لهيدا الغرض رح استعمل سباتولا ورح شيل إذا جمد معاكن صوب ورح يجمد ما ما تنقزو لأنه كتير عادي صوب دغري بيجمد يعني على درجة حرارة معينة فإذا جمد معاكن نزلوها رجوها على المايكرو ويف بس عشر ثواني ورجعوا خلطوه بيسير كتير منيح فيكن تعيدو هادي الكارة يعني كازا مرة ثلاثة أربع مرات ما بيسير له صابون شي بس ما تكتروا هلأ اللي رح اعمله رح ااخد أول نص والنص تحتاني ورح حط عليه الكريمة تبعه للصابون ما لازم يكون بس جناب اللي مهمين يعني كما تشوفو بس جناب لأنه رح أرجح أغطيهن بطبقة تانية من البراون سوب متل ما عم بتشوفو وبس تضغطو شوي مش كتير لما يطلع الصابون من الجناب تضغطو شوي وهي هني متل ما عم بتشوفو رح أرجع اعمل ها المرات تانية ورح تلاحظو إنه الصابون المخفوقة رح يبلش يجمد ما عليش أنا ما كتيك سوعت هاي دي المقطع بس متل ما عم بتشوفو برجع برزق الساكند هاف ولا الشقفة التانية فوقيها إزا ما بدكن تستعملوا كيس الحلواني إتسفان فيكن بس بالمراعات نزلو متل ما عم بتشوفو جمد منيح السابون وأنا بهيدا الوقت أوف كاميرا وجعت دوابتو عشاك ثواني وخفقتو وصاك إنه المرقة الأولى شفتو شوي إنه جمد بس إتسفان لأنه ما رح نبين إحنا هاي دا اللي فوق ما لازم يكون يعني فاري بريتي وعم بيجي نزل الشقفة التانية فوق وبيضغط شوي إزا جمد عندكن هيك بهايدا المرحلة فيكن تشيلوه بينشال بسهولة كبيرة يعني ما كتير بيلزق هو بيلزق لما يضلو يعني وقت أطول وطبعا رح نزل الشغلي كتير بحبه لهي القليتر هاي دي فلسفتي بالحياة everything is pretty with قليتر فعم بنزل هيك شوية قليتر وبس بإيدي بإصبعي عم بدهنو فوق الطبقة الفؤانية ورح أرجع نزل شوي أكتر هاي دي كمان شغلي يعني personal بدكن تنزلو fine ما بدكن تنزلو فيكن تتركوه هيكي سادة بيمشي حالو يعني شكله بيكون كتير حالو بس أنا صارت فيني هالعادي كل شي بحب بنزل فيها القليتر هيكي بشوف شي يعني بيعطي جماليه أكتر فهيدا هو شكل هون النهائي يا ربي كون عجبكن الفيديو ما تنسوا تعملوه لايك وتعملوه شير واشتركوا بالقناة لا يوصلكم كل شي جديد من عندي لأنه بنزل تقريبا فيديو بالنهار ولا كل يومين هيدا الشكل النهائي بشوفكم الفيديو الجاي باي باي